وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله حي لا يموت قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال المنزه عن العيوب والنقائص والمثال تعال الذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا وتقدس الصفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا له الخلق والأمر له النعمة والفضل له الثناء والمجد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي عاش طوال حياته يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء التوحيد والحق والخير والعدل والرحمة كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فاللهم وكما آمن به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى ونهره الكوثر واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا حتى نستمتع بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم أنت ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله كلمة برنامج أختار فيه كل ليلة كلمة واحدة أزرع في بستانها ورد حياتي وأزهار أنفاسي ورحيق حبي وحلال عليكم أيها الأفاضل قطف الأزهار وجني الثمار وكلمتنا الليلة كلمة جميلة بجمال حروفها عظيمة بعظيم مبناها ومعناها كريمة بكرم درجاتها وثمراتها إننا الليلة على موعد مع كلمة الإحسان وتعالوا بنا كعادتي لنؤصل لهذه المفردة الجليلة وهذه الكلمة الكريمة تأصيلاً لغوياً واصطلاحياً لننطلق بعد ذلك معاً لنطوف في هذا البستان اليانع أو إن شئت فقل لنقف في هذا المحراب المهيب الجليل لنستلهم الدروس والعظات والعبر فما أعظم الدروس والعظات والعبر في منزل الإحسان ومقام الإحسان وأود منذ البداية قبل أن أؤصل للكلمة لغة واصطلاحاً أن أقسم لحضراتكم بالله جل وعلا أنني أتكلم الليلة في مقام الإحسان وأنا ما شممت رائحة القوم والله ما شممت رائحة المحسنين والله ما شممت رائحة الإحسان فأنا لا أتكلم الليلة في مقام الإحسان إلا وأنا في غاية الخجل وأضع رأسي في الوحل والطين والتراب ذلاً وانكساراً بين يدي الملك الوهاب فأنا لا أتكلم الليلة أيها الأفاضل عن مقام الإحسان من شعور بأهلية لهذا المقام لا أتكلم والله الليلة من منطلق الشعور بالأهلية وإنما من منطلق الشعور بالمسؤولية وهذا ما تؤصله وتؤكده وتقرره القاعدة الأصولية من عدم الماء تيمم بالتراب من عدم الماء تيمم بالتراب ويتردد في أذني وأنا أتحدث عن مقام الإحسان قول القائل وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليل وغير محسن يأمر الناس بالإحسان طبيب يداوي الناس والطبيب عليل فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا وأن يجعل باطننا أطهر وأنصع وأصدق من ظاهرنا إنه ولي ذلك والقادر عليه الإحسان لغة أيها الأحبة كما قال ابن فارس في معجم مقييس اللغة وابن منظور في لسن العرب وغيرهما قالوا الإحسان ضد الإساءة الإحسان في لغة العرب ضد الإساءة أقول أحسنت الشيء أي زينته وجملته أقول أحسنت الشيء وحسنته تحسينا أي زينت الشيء وأجملته فالمحاسن من الأقوال ضد المساوئ من الأقوال والمحاسن من الأفعال ضد المحاسن من الأفعال ومنه قول الكبير المتعال وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أي يَدْفَعُونَ بِالْقَوْلِ الحسن القول القبيح وَيَدْفَعُونَ بِالْفِعْلِ الحسن الفعل القبيح وَيَدْفَعُونَ بِالْحَالِ الحسن والمراد بالحال أعمال القلوب من النيات والإرادات وَيَدْفَعُونَ بِالْحَالِ الحسن الحال القبيح من الشرك والحقد والشك والبغض والريبة والحسد والضغاء إلى غير ذلك من هذه الأحوال القبيحة المذمومة أقول مرة ثانية لأنه لابد من الوقوف على هذا التأصيل اللغوي والاصطلاحي الشرعي لننطلق بعد ذلك من أرض ثابتة لفهم هذا المقام الجليل مع التذلل والتضرع للملك الجليل أن يرزقنا من فضله مقام الإحسان وأن يذيقنا حلاوته وطعمه وأن يملأ قلوبنا بالأنس بهذا المقام إنه ولي ذلك والقدر عليه وما ذلك على الله بعزيز تدبر معي أخي الحبيب الإحسان في اللغة ضد الإساءة أقول أحسنت الشيء تحسينا أو حسنت الشيء تحسينا أي زينته وجملته فالمحاسن من الأقوال ضد المساوئ من الأقوال والمحاسن من الأفعال ضد المساوئ من الأفعال ومنه قول الكبير المتعال جل وعلا ويدرؤون بالحسنة السيئة أي يردون بالقول الحسن القول القبيح ويدفعون بالفعل الحسن الفعل القبيح ويدفعون بالحال الحسن الحال القبيح ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه يا معاذ اتق الله حيثما كنت خلي بالحضرتك وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أي أتبع السيئة بالحسنة أتبع السيئة بفعل الحسنة تمحو الحسنة السيئة تمحو السنة البدعة وتمحو التوبة المعصية والذنب ويمحو الهدى الضلال ويمحو الفجور ويمحو الفجور التقوى ويمحو الفجور التقوى أو وتمحو التقوى الفجور وهكذا وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا أيها الأفاضل الإحسان لغة باختصار شديد جدا لأن الموضوع طويل جليل بطول الإحسان وجلاله ما هو الإحسان استلاحا لا أجد أجمل ولا أروع ولا أجمع من تعريف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحسان نعم إذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم مفردة من مفرداتنا التي نختارها كل ليلة فلا ينبغي البتة أن نقدم على تعريف نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أي تعريف هذا هو التأصيل اللغوي للفظة الإحسان وكلمات الإحسان فما هو الإحسان شرعا واصطلاحا عرفه سيد المحسنين وإمام المحسنين وإمام النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم حين سأله أمين وحي السماء ما الإحسان كما في حديث جبريل الطويل الذي نحن معه وهو معنا بفضل الله جل وعلا قال له صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يا الله الإحسان شرعا واصطلاحا أن تعبد الله كأنك تراه جل جلاله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه جل وعلا يراك عرف النبي الإسلام في هذا الحديث وعرف الإيمان وقد بينت ذلك في اللقاءين الماضيين وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يعرف الإحسان بهذا التعريف النبوي الجامع هذا تعريف من آتاه الله جوامع الكلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه جل جلاله فإنه يراك حبيبي في الله أخت الغالية تعالوا ابتداءا لنتحدث في عجالة سريعة جدا عن درجات الإحسان وعن مراتب الإحسان وشموله قبل أن أتحدث عن هذين الأصلين الكبيرين للإحسان الأول أن تعبد الله كأنك تراه والثاني إن لم تكن تراه فإنه يراك قبل أن أتحدث عن هذين الأصلين وأن أبين في آخر الحلقة بإذن الله تعالى ثمرات الإحسان وأجيب أيضا على سؤال مهم كيف نحقق الإحسان لأختم به الحلقة بإذن الله تعالى أقول الإحسان ينقسم إلى درجات أولا الإحسان في الأحوال في النيات في المقاصد وهذا مقام جليل ولا تسع الوقت للتفصيل فكل مفردة ورب الكعبة كل درجة من هذه الدرجات تحتاج إلى حلقة الإحسان في النيات في الإرادات في المقاصد إخلاص النية لله جل وعلا مراقبة الخواطر مراقبة الخواطر مراقبة الهمة موضوع جليل خطير وهذا لا يتذوق حلاوته وطعمه ومعناه إلا من ذاقه وعاشه فليس من ذاقه كمن عرف فشتان شتان بين التأصيل النظري وبين أولئك الذين ذاقوا حلاوة الإحسان في المقاصد والأحوال والنيات والإرادات الإحسان في النيات والأحوال والإحسان في الأقوال ألا تخرج لفظة من لسانك إلا وهي في مرضات الله تبارك وتعالى إلا وهي وفق مراد الله جل وعلا لا تتكلم إلا بالله إلا بالله أي إلا بما أمرك به ربك جل علاه ولا تتكلم إلا لله إلا لله فكلامك لله وبالله أي بتوفيقه سبحانه وتعالى لك فأنت لا تتكلم إلا فيما يرضيه وهذا موضوع جليل له ضوابط كثيرة والدرجة الثالثة باختصار شديد الإحسان في الأعمال في الأفعال ألا تفعل إلا وفق مرضات الله سبحانه وتعالى فأنت ممتثل لأمره مجتنب لنهيه وقاف عند حدوده أنت محسن له سبحانه وتعالى في أحوالك وأقوالك وأفعالك هذا الإحسان بهذه الدرجات لا يتعامل به العبد مع ربه سبحانه وتعالى وحده وإنما إحسان مع الله عز وجل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وإحسان مع النفس مع نفسك أنت هذه المرتبة الثانية مباشرة من مراتب الإحسان بعد إحسانك مع ربك سبحانه وتعالى كما سأفصل الآن أصليه الكبيرين الجليلين إحسان مع النفس ما معنى الإحسان مع النفس؟ باختصار شديد جدا إحسانك لنفسك أن تكفها عن المعصية وأن تلهبها بصوت الخوف من الله جل وعلا وأن تربيها على التقوى وعلى المراقبة له سبحانه وتعالى لقد أقسم الله جل وعلا في صورة الشمس أحد عشر قسما أحد عشر قسما على قضية جليلة كبيرة قال سبحانه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها اسمع قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يا الله انظروا إلى هذا إلى هذه القضية الجليلة التي أقسم ربنا جل وعلا عليها كل هذا القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فالإحسان إلى النفس أن تكف نفسك عن المعصية أن تزكي نفسك بذكر الله بطاعة الله بمراقبة الله وأن تكفها عن كل ما يقربها من النار وعن كل ما يسبب عليها صخط العزيز الغفار أو يجعلها عرضة لصخط العزيز الغفار هذا هو الإحسان للنفس وهو موضوع أيضا يحتاج إلى كلام طويل يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل فتاهب يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل أيها الأفاضل أيها الأكارم الإحسان إلى النفس مرتبة من أعلى مراتب الإحسان ثم الإحسان إلى الخلق والخلق نوعان على دينك أو على غير دينك الخلق نوعان على دينك وعلى غير دينك وأنت مأمور بالإحسان إلى الخلق كل الخلق إلى الخلق كل الخلق تدبر معي قول الله جل وعلا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانه فأول الخلق ممن أوجب الله علينا الإحسان بهم ولهم هم الآباء والأمهات وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانه الآيات قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانه خلي بل حضرتك ما من الأمر بالإحسان لسائر الخلق من المسلمين بدءا بالأرحام وانتهاءا بالمسلمين أيًا كانت درجة القرابة والصلة يكفي أن الإسلام جمع بينك وبينهم أب الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانه وبذ القربة أي أحسنوا للوالدين وأحسنوا لذو القربة ولمن يأتي من بعدهم وبالوالدين إحسانه وبذ القربة واليتامة والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم الله أكبر الله جل وعلا يأمر بالإحسان إلى الناس جميعا إلى المسلمين إلى ذوي القربة وعلى رأسهم الوالدان أو الأرحام روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال لها جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى فقال جل وعلا فذلك لك قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أما الإحسان إلى غير المسلمين يقول ربنا جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين يا الله إن الله يحب المحسنين نعم مطلوب منك أن تحسن إلى غير المسلم حتى تسمعه كلام الله جل وعلا وحتى تبلغه مأمنة فإن عرضت عليه دين الله بأدب جم وحكمة بالغة ورحمة متناهية وطواضع جليل مؤثر إن عرضت عليه دين الله جل وعلا فأسلم وانقاد وأذعن فالحمد لله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر نعم طيب ماذا لو أعرض عن الإسلام ماذا لو أعرض عن الإيمان ماذا لو أعرض عن التوحيد نقول له بكل إحسان بكل إحسان لا إكراه في الدين قد تبين الرجل من الغي لا نكرهه أبدا على الدخول في إسلامنا ولا في ديننا وهذه صورة من أرقى وأرق صور الإحسان اسمع لله جل جلاله وهو يقول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر أي إحسان هذا أي إحسان هذا وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله طيب خلاص لا 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 ثم أبلغه مأمنة حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي إحسان هذا ولا أريد أن أطل النفس في كل جزئية كما ذكرت وأما المرتبة الثالثة بعد ذلك أو الرابعة إحسان منك إلى ربك تبارك وتعالى أو بينك وبين ربك تبارك وتعالى وإحسان إلى نفسك وإحسان إلى الخلق وعلى رأس الخلق الوالدان ثم بعد ذلك إحسان إلى أهل الإسلام والإيمان ثم بعد ذلك إحسان إلى غير المسلمين بهذه الضوابط لأن البر يختلف عن البراء لغة واصطلاحة ثم بعد ذلك أيها الأحبة وستعجبون من هذه المرتبة من مراتب الإحسان ألا وهي الإحسان للكون يا إلهي أقول والإحسان للكون للكون نعم كيف أحسن للكون لابد أن تكون محسنا مع الكون الذي تعيش فيه لابد أن تكون محسنا للحيوان للنبات للجماد للمياه للأنهار للبحار للمحيطات نعم بل للأشجار لابد أن تكون محسنا للكون الذي تعيش فيه أي مرتبة هذه من مراتب الإحسان التي أتحدث عنها الآن والله لو سمعت البشرية أن الإحسان إلى الكون أصل عظيم من أصول ومعاني الإحسان الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام والله لأسلم الكثيرون منهم حبا لهذا الدين وانقيادا لحكم رب العالمين وحبا لمنهج الله ومنهج رسوله لكن أين الأمة التي تترجم هذه المعاني أقول من معاني الإحسان في ديننا أن نحسن إلى الكون إلى الكون أن نحسن إلى الحيوان إلى الحيوان اسمع ماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي علم الدنيا كلها حلاوة الإحسان لا إلى المسلمين فحسب ولا إلى المشركين فحسب بل إلى الحيوان فقال بأبي وأمي وروحي كما في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء الله 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 إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء انتبه يا حبيبي في الله وانتبه يا أختاه ركز معي إن الله تعالى كتب الإحسان في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج فقط لا إن الله كتب الإحسان على كل شيء على كل شيء فإذا قتلتم يا إلهي لم يقل فإذا صليتم فأحسنوا الصلاة وإذا وحدتم فأحسنوا التوحيد وإذا حجلتم فأحسنوا الحج وإذا تعاملتم فأحسنوا المعاملة فالدين المعاملة وإنما قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته شفرة السكين الذي سيذبح به وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته إلهي إلهي ما أحلمك إلهي ما أرحمك يا من خلقت محمدا سبحانك وليحد 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 أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وليرح ذبيحته ما علاقة الذبيحة بالإحسان لا لقد روى الإمام الحاكم في مستدرك والطبراني وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على رجل يذبح ذبيحته والله تخلي بالك معاه من المشهد ده والله تركز معاه في المشهد ده رجل يذبح ذبيحه هذه الذبيحة مشروع وحلال لنا أن نذبحها ما الحرج في ذلك لماذا يعترض نبينا وحبيبنا الأكرم صلى الله عليه وسلم على ذبح هذا الرجل لهذه الذبيحة مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد أضجعها يعني أنام ذبيحته على الأرض ووضع الرجل رجله على صفحة عنق الذبيحة يعني على رقبتها ورجله على رقبتها والسكين في يده يشحذها بسم السكين مر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الكبير صاحب القلب الرحيم الذي قال فيه ربه بالمؤمنين رؤوف الرحيم والذي قال فيه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهذه البهيمة من هذا العالم الذي بعث له رسول الله رحمة يمر النبي على هذا الرجل وهو يرى رجله على عنق الذبيحة وينظر النبي بقلبه الكبير فيرى الذبيحة تنظر إلى الرجل وهو يسن أو يحد سكينه يا الله فتأثر قلبه يتأثر فؤاده ثم ينادي على الرجل ويقول هل لا قبل هذا؟ هل لا قبل هذا؟ هل لا قبل هذا؟ يعني هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجع الذبيحة على الأرض وتضع رجلك على عنقها هل لا قبل هذا؟ هل لا قبل هذا؟ اسمع ماذا قال؟ أتريد أن تميتها موتتين يا الله يا الله والله العظيم أود لو ترجم أولادنا هذا الحديث إلى كل لغة الأرض الرسول قلبه قلبه يتحسر ويتألم على ذبيحة يقول لصاحبها أتريد أن تميتها موتتين موتتين الموت الأولى وهي تنظر بعينيها إلى شفرتك وأنت تحدها والموت الأخرى حين تذبحها أتريد أن تميتها موتتين أي رحمة هذه؟ أي رحمة هذه؟ هل لا قبل هذا؟ هل لا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ انظروا إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء على كل شيء وقد ذكرت لكم منذ يومين حديث أنس في الصحيحين حين مر أنس النمالك على مجموعة من الصبياني يرمون دجاجة قد نصبوها وجعلوها هدفا للسهام والنبال والرماح فماذا قال؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر عنه يعني أن تتخذ البهائم يعني أن تتخذ البهائم غرضا للرمي هذه المرأة البغي البغي ليست تقية وليست موحدة وليست مؤمنة فمرت على هذا الكلب فرقت له رحمة الكلب أحسنت إلى الكلب فعادت إلى بئر ماء فملأت موقها إخفها ماء وقدمت للكلب فشرب فغفر الله لها بذلك فلتسمع الدنيا كلها فلتسمع إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر عن امرأة دخلت النار في قطة حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض فلتسمع الدنيا كلها أن محمد صلى الله عليه وسلم أكبر أن رجلا غفر الله له في غصن شجرة في غصن شجرة إيه حكاية الغصن دي كمان يا مولانا غصن شجرة مر رجل على الطريق فرأى غصنا قد حالة بين الناس وبين الطريق أو ضيق على الناس طريقهم فقال والله لا أنحين هذا الغصن عن طريق الناس بس هيشيل الغصن وبعده فغفر الله عز وجل له بذلك رجل يدخل الجنة في غصن يدخل الجنة في غصن فما ظنك بمن يعبد الطرق للمسلمين ما ظنك بمن يسقي الماء للمسلمين ما ظنك بمن يعدون بنوك الطعام لإطعام فقراء المسلمين ما ظنك بمن يكسون عرايا المسلمين ما ظنك بمن يزوجون ويعفون شباب المسلمين ما ظنك بمن يسطرون نساء وبنات المسلمين يا له من أجر والله لا يعلم فضلهم ولا أجر إحسانهم إلا الله تبارك وتعالى نعم أيها الأفاضل الإحسان إلى الكون الإحسان إلى الحيوان الإحسان إلى النبات الإحسان إلى الجمادات لا تؤذي ولا تخرب ولا تقول هذا ما العام هذا ما السايد ما للصاحب أبدا بل هي أمانة أمام عينيك وبين أديك ستسأل عنها ورب الكعبة بين يدي الله تبارك وتعالى ولا يمكن على الإطلاق للأمة أن تتعامل هذا التعامل المشرق الودود الراقي مع الكون مع الجماد والنبات والحيوان والإنسان والماء والهواء والبيئة والتلوث لا يمكن أن ترتقي البشرية أو أن ترتقي الأمة للتعامل الراقي مع الكون بهذه الصورة إلا إذا نزلت منزل الإحسان إلا إذا حققت مقام الإحسان ويا له من مقام عال ومقام راق أنا أعترف بأنه لا يستطيع كل أحد لا أقول في البشرية بل حتى في الأمة لا يستطيع كل أحد في الأمة أن يرتقي إلى مقام الإحسان وإلى مرتبة الإحسان ما هو الإحسان؟ الإحسان كما قال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الوقت يمضي سريعا تعال إلى الأصل الأول من أصول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه مقام عالي أوي مقام وصل إليه الصحابة والله وصل إليه الصحابة والله لقد عبد الصحابة ربهم جل وعلا وكأنهم يرون الجنة إن حدثهم النبي عنه وكأنهم يرونها رأي العين وإذا حدثهم عن النار والله العظيم يكاد أحدهم يكاد أحدهم أن لو أن يقول لقد شعرت بلفحها وحرارتها يكاد أحدهم أن يقول ألم تسمع قول حنظلة وقد ذكرت حديثه وهو في صحيح مسلم بالأمس قال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين حتى كأن رأي عين كأن الصحابة يرون الجنة والنار رأي العين رأي العين رأي العين نعم ارتقى هؤلاء إلى هذا المقام أن يعبدوا الله وكأنهم يرونه سبحانه وتعالى في حديث ثوبان وإن كان من باب الأمنة العلمية في سنده ضعف أن النبي سأل ثوبان يوما كيف أصبحت قال أصبحت مؤمنا حقا قال ما حقيقة إيمانك قال رأيت عرش ربي بارزة يا الله يا الله رأيت عرش ربي بارزة أقول وإن كان من باب الأمانة العلمية في سند الرواية ضعف لكن هذه رواية حنظلة أقتصر عليها وأكتفي بها هناك من الصحابة بل ومن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من يعبدود الله جل وعلا ورب الكعبة كأنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى هناك في الأمة من ذاق هذا المقام هناك في الأمة وإلى يومنا هذا ورب الكعبة وإلى يومنا هذا ورب الكعبة من يكون مع ربه تبارك وتعالى والله لا يسمع صوت مرأته وهي تكلمه والله لا يشعر بكوب الماء أو كوب الشاي وهو إلى جواره والله لا يشعر بصوت ولده وهو يجري إلى جواره والله قد ينام إلى جوار مرأته وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى بجنانه ودموعه تنساح على خديه وعلى وجنتيه لا تشعر بهم مرأته هؤلاء قوم يناجون الله سبحانه وتعالى وكأنهم ورب الكعبة يرونه لا تخلوا ولن تخلوا أمة الحبيب أبدا من هؤلاء المقربين من هؤلاء السابقين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين اللهم اجعلنا من هذه القلة المباركة السابقة يا رب العالمين ممن يعبدونك وكأنهم يرونك فإن لم يشعروا برؤيتهم لك فهم على يقين قاطع برؤيتك لهم بسمعك لهم بالطلاعك على أحوالهم يعلمون بأن سرهم عندك علانية يعلمون بأنك جل وعلا تعلم منهم السر وأقفى نعم أيها الأفاضل هؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخل منهم بإذن الله زمان ولا مكان إنهم أبناء الطائفة المنصورة تلك الطائفة الموجودة في الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها لا يضرهم من خذ لهم أو خالفهم وهم ظاهرون على الناس أعلم أنهم قلة لكن الأمة لا تخلوا ولن تخلوا منهم أبدا بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة قائمة بأمر الله بأمر الله كله بأمر الله كله بأمر الله كله لا يضرهم من خذ لهم أو خالفهم حتى يتي أمر الله وهم كذلك وفي لفظ حتى يتي أمر الله يوم ظاهرون على الناس نعم يا إخواني أنا لا أنكر وجود الأولياء في الأمة أنا لا أنكر أبداً ولا ينكر عالم من علماء أهل السنة وجود الأولياء في الأمة الأولياء الصالحون هم المحسنون المتقون المؤمنون اللهم اجعلنا منهم يا رب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الأولياء في الأمة لا تخلوا ولن تخلوا الأمة من الأولياء أبدا أولئك الذين شرفهم الله بقوله في الحديث القدسي من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحر اللهم اجعلنا من أوليائك واجعلنا أهلاً لهذه الكرامة والمكانة برحمتك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين أن تعبد الله كأنك تراه ما هي العبادة يا أحبابي؟ العبادة مأخوذة في اللغة من قولهم عبد يعبد عبادة أي أطاع بل وهذا الفعل أيضاً عبد يعبد عبادة معناه اللين والذل اللين والذل والشدة والقسوة كلها معاني لهذه اللفظة عبد يعبد عبادة بل وقال ابن منظور في موضع آخر من اللسان قال أصل العبادة في اللغة الذل التذلل يقولون طريق معبد أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام لكن العبادة أعظم من العبودية خلي بالحضرتك من التأصيلات اللغوية البديعة العبادة أعظم من العبودية ليه لأن العبودية مبنية على الذل لأن العبودية أصلها الذل أما العبادة فهي مبنية على الذل والحب الله لا تصلح عبادتك لله بالذل فقط ولا تصلح عبادتك لله بالحب فقط فمن ظن أنه يحب الله جل وعلا بغير ذل بغير استسلام وإذعان وانقياد وامتثال للأمر واجتناب للنه ووقفني عند الحدود ويقول أنا محب للا بس مش هصلي هو ربنا عاوز مني صلى أنا محب للا بس مش هزكي ربنا مش محتاج مني فلوس أنا محب للا بس مش هحج معين قادر على الحج لأن ربنا مش عاوز له راح أقبل حجر أو أطف حول حجر لا لا نقول له كذبت في إدعائك المحبة والعبادة لله جل وعلا فمن أحب الله أذعن وأطاع وذل وانقاد واستسلم ومن أذعن وانقاد وأطاع واستسلم أحب فعلى قدر حبك تكون الطاعة وعلى قدر طاعتك ومعرفتك تكون المحبة فمن أحب شيئا دون أن يذعن له فليس عابدا له ومن أذعن لشيء ولم يحبه فليس عابدا له بل لابد أن تكون العبادة مبنية على الحب والذل فالعبادة هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله أما العبودية فهي كمال الذل فالعبادة أوسع مدلولا وأشمل معنا من العبودية وهذه العبادة أيها الأفاضل هي الغاية من خلق الخلق هي الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبعث جميع النبيين والمرسلين بل ومن أجل هذه الغاية شرع الجهاد وانقسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير قال الملك القدير وما خلقت الجن والإنس إلا أيوة إلا ليعبدون إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله هذه الغاية هذه هي الغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذه العبادة لغة فما هي العبادة اصطلاحا لأن بعض الناس تصور أن العبادة هي الصلاة والصم والزكة والعمر والحج والأذكار لا كل هذا من العبادة لكن العبادة أوسع مدلولا وأشمل من هذا التضييق لمعنى العبادة العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأحوال الظاهرة والباطنة فالصلاة فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وإلى المرؤوسين والإحسان إلى الفقراء واليتامة والأرامل والمساكين وإتقان العمل ومراقبة الله عز وجل في الأقوال والأعمال والأحوال والخشية والإنابة والرجاء والتفويض والاستعانة والتوكل والخوف والرهبة والعطاء والمنع والحب والبغض والإحسان إلى الحيوانات وإلى الجمادات وإلى الكون والإحسان إلى الزوجة والإحسان إلى الأولاد وحب الله وحب رسوله وحب الصحابة وحب العلماء الربانيين وحب الدعاة الصادقين وموائد الرحمن الفقراء والمساكين والتصدق على المحتاجين كل هذا كل هذا وغير هذا من العبادة ما دام عملك خالصا لله موافقا لدين رسول الله فهو عبادة فهو طاعة فهو طاعة وهو عبادة ما دام عملك خالصا لله موافقا لدين رسول الله فهو عبادة بل لحظات متعة في الحلال تقضيها مع امرأتك صورة من صور العبادة صورة من صور العبادة ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديثها بذر جاء أناس إلى النبي فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم يعني سبقون بالصدقة لأنك أمرتنا بالصلاة فصلوا معنا وأمرتنا بالصيام فصاموا معنا وأمرتنا بكل عبادة فأدوها معنا لكنهم سبقون بالتصدق بأموالهم فقال عليه الصلاة والسلام أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به للفقراء إن بكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر قالوا نعم قال ولو وضعها في الحلال فله فيها أجر فالعبادة يا أحبابي تسع الحياة كلها لا تقتصر على العبادات المعروفة وفقط بل العبادات المعروفة من العبادة لكن العبادة التي أمرنا بها وخلق الله الكون من أجلها وأرسل الرسل وأنزل الكتب لها من أجل تحقيقها إنما هي أوسع مدلولا من هذا المعنى القاصر لمفهوم العبادة وعليه أيها الأفاضل أقول العبادة تسع الحياة كلها العبادة تسع الحياة كلها تسع الحياة كلها فعملك الذي أنت فيه الآن ما دمت تراقب الله فيه وما دمت تتقنه لله جل وعلا لا تراقب رئيسك المباشر ولا حتى غير المباشر وإنما تراقب الله جل وعلا وتؤدي عملك وفق ما يأمرك به ربك ويمليه عليك ضميرك أنت في طاعة وأنت في عبادة لله سبحانه وتعالى وأنت أيها الطالب يا من تجتهد لتحصل أعلى المراتب والدرجات أنت في طاعة إن صححت النية وأنت أيها التاجر وأنت أيها الفلاح وأنت أيها الجندي وأنت أيها المهندس وأنت أيها الطبيب وأنت أيها العالم إن أخلصت أنا النية الآن فأنا في عبادة من أجل العبادات وأعظم الطاعات بل اسمع مني بل هي عبادة أعظم أجرا عند الله من كل النوافل من كل النوافل نعم لا يوجد أعظم من دلالة الخلق على الحق بحق ومن أحسن قولا مما دعي إلى الله وعمل صالحا وقال إنه من المسلمين بشرط أن تصح النية وأن يكون العمل موافقا لسنة ودين سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحبة بعد هذا التأصيل للعبادة التي هي الأصل الأول من أصول الإحسان أقول إذا نظرت معي إلى الخلق وجدت أصنافا في قضية تحقيق العبادة أولا أو الصنف الأول الصنف الأول صنف كفر بالله جل وعلا لا حول ولا قوة إلا بالله ولم يؤدي حق الله تمارك وتعالى في العبادة بل وأعرض عن الله وتكبر واسمع مني لنحو أولده وهؤلاء أكثر أهل الأرض أكثر أهل الأرض ما أقوله لكم بفضل الله حقيقة ثابتة شرعا وقدرا أنا لا أقول ذلك كلاما عاطفيا لا أقول بأن أكثر أهل الأرض قد كفروا بالله ولم يحققوا الغاية التي من أجلها خلقوا ولم يحققوا الوظيفة التي من أجلها وجدوا ولم يحققوا الغاية التي من أجلها خلق الله الكون وأنزل كل الكتب وأرسل الرسل لا أقول ذلك من باب التأثير العاطفي وإنما أقول ذلك بالدليل من كتاب الملك الجليل وكلام البشير النذير أكثر أهل الأرض الآن قد كفر بالله وأعرض عن الغاية التي من أجلها خلق بل وخلق الله لها الكون كله قال تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ قال تعالى وَإِنْ تُطْعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قال تعالى وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ قال تعالى وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ قال تعالى إِلَّا الَّذِينَ آمَنْوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ إلى آخر الآيات وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال كنا مع النبي في قبة أي في خيمة شعر فقال عليه الصلاة والسلام أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة قلنا نعم أمة من سبعين أمة تشغل نصف الجنة هذه كرامة أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر ألم أقل لكم أحبابي إنها حقيقة ثابتة شرعا وقدرا بالدليل من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله يبقى صنف كفر بالله وعرض عن الغاية التي من أجلها خلق والوظيفة التي من أجلها بتعث ألا وهي العبادة وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون أكثر أهل الأرض قالوا لن نعبدك يا رب ولا حول ولا قتل إلا بالله صنف الثاني أنت أيها الموحد وأنت أيها الموحدة أنتم يا أعبد أهل الأرض أيها الموحدون يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وتقيمون الصلاة وتؤتون الزكاة وتصومون الآن رمضان وتحجون البيت لمن استطاع منكم إلى ذلك سبيل أنتم أيها الأفاضل هذا هو أكرم وأشرف وأعظم صنف في الخلق وفي الخليقة كلها في كل زمان وفي كل مكان ذلكم الصنف الكريم المبارك الذي يحقق الغاية التي من أجلها خلق والوظيفة التي من أجلها بتعث بل ولأجلها خلق الله الخلق والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل إنهم الموحدون قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والصنف الثالث صنف عبد الله تبارك وتعالى بإخلاص بإخلاص لكن على غير سنة على غير اتباع وهذا عبادته أيضا لا تقبل هذا أيضا عبادته لا تقبل لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا خالصا لوجه تبارك تعالى صوابا أي على دين شرعي وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهناك صنف رابع عبد الله وعبد مع الله آلهة أخرى وعبد مع الله آلهة أخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله أو عبد الله جل وعلا وفعل أفعالا أخرى تقدح قدحا خطيرا في هذه العبادة فهو يذبح لغير الله ويقدم النذر لغير الله ويطوف بغير بيت الله ويستعين بغير الله ويستغيث بغير الله ويتوكل على غير الله ويلجأ إلى غير الله قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادة يحب نوم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أي كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافوه ويحبوه كمحبة الديان هؤلاء أصناف الناس في العبادة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقول أيها الأفاضل ولا أريد أن أطل النفس في هذه الجزئية إذا كان الخلق كل الخلق من الكفار والمشركين قد تخلوا عن عبادة الله ولا يعبد الله تبارك وتعالى إلا الموحدون الآن فليبشر الموحدون وليعلموا أن الملائكة لا تغفل عن عبادة الله وأن الكون كله في طاعة وعبادة وتسبيح لله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شين إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا قال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليلة والنهارة لا يفترون أكتفي بهذا القدر في هذا المحور لأن الوقت انتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو الأصل الأول من أصول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه أن تعبد الله وأنت مستشعر أنك تراه وهذا مقام أعلم أنه لا يستطيع أن يرتقي إليه كل أحد فإن لم تستطع أن تصل إلى هذا المقام فلتعبد الله عز وجل ولتستمر في الطاعة والعبادة وأنت على يقين أنه جل وعلا يراك الله يراك الله يسمعك الله معك الله يراك الله يسمعك الله محيط بك الله جل وعلا قادر عليك يا من بارست الله بالمعصية يا من غلقت على نفسك حجرتك الخاصة وأرخيت الستائر ودخلت على المواقع الإباحية لتبارز رب البرية بالمعصية يا من خلوتي بنفسك وأمسدت بالهاتف المحمول واتصلت برجل أو بشاب في الحرام وزوجك في العمل أو ووالدك ليس في البيت الله يسمعك الله يراك وأنت يا من مكثت الساعات الطويلة أمام المواقع الإباحية النجسة التي تحول الزهادة العبادة إلى فساق الفجار ويا من مكثت الساعات الطويلة تفسد نساء المسلمين وبنات المسلمين الله يراك الله يسمعك أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فاجعلها الله هباء منثورة أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها الله يراك الله رقيب عليك الله يسمعك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الله يهملك الله يهملك مرة ومرة والله لا يؤقذك الله أبدا أبدا من أول مرة ارتكبت فيها الذمد وبارسته بالمعصية وانتهدت محارمة بل يهملك مرة يمهلك مرة ويمهلك أخرى لكنه لن يهملك الله يمهلك لكن لن يهملك الله يمهلك لكن لن يهملك احذر احذر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إذا كان الخلق لا يرونك فاعلم بأن خالقك يراك إذا كنت تستطيع أن تكسب قضية بقانون وضعي أعور أو أعمى فاعلم يقينا إن كنت تعلم من نفسك أنك ظالم اعلم يقينا بأن الله مطلع عليك بأن الله يسمعك ويراك إن كنت تجيد أن تظلم الخلق وإن كنت تجيد أن تسيئ إلى الخلق وإن كنت تجيد أن تنال من أعراض الخلق فاعلم بأن الله جل وعلا قادر على أن يفضحك في جوف رحلك وقادر على أن ينتقم منك فهو جل وعلا يمهلك لكن لا يهملك ولي يهملك اعلم أنه يراك ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم الله جل وعلا يعلم منك السر وأخفى يعلم منك السر وأخفى لما دخل أبو حامد الخلقاني على إمام أهل السنة الإمام أحمد وقال له إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني فقال له الإمام ماذا ماذا تقول يا أبو حامد أعد أعد علي يا أبو حامد فأعادها عليه فقام الإمام أحمد يبكي وهو يردد هذه الكلمات التي سمعها قام يبكي ودخل إلى بيته وهو يقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني لما يعاتبني ويقصيني ماذا أنت قائل لربك غدا اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لما احتضر الأسود بن يزيد بكى وفزع فزعا شديدا فقال له المقربون منه ما هذا الجزع فقال وما للا أجزع ومن أولى بهذا مني والله والله ولو عفى عني فإني لأستحيي منه انظروا إلى أولئك الذين عرفون جلال الله والله وإن عفى عني فإني لأستحيي منه فقد يكون بين الرجل وأخيه ذنب فيعفو عنه أخوه فيظل العبد مستحييا من أخيه فكيف بالله جل وعلا يا حصرة العاصين عند معادهم يا حصرة العاصين عند معادهم يا حصرة العاصين عند معادهم هذا وإن قدموا على الجنات هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي سطر القبيح لكان أعظم الحسرات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لكان أعظم الحسرات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لكان أعظم الحسرات يا أخي أنت تستحيي من أبيك وتستحيي من أمك وتستحيي من رئيسك في العمل بل والله العظيم لا تجر والله لا تجر أن تفتح على موقع إباحي أمام طفل من أطفالك والله تستحي إذا دخلت عليك طفلتك بنت الرابعة أو الخامسة أو حتى الثالثة والله تستحي أفجعلت الله أهون الناظرين إليك أفجعلت الله أهون الناظرين إليك وأهون المراقبين لك لقد مر عبد الله بن عمر على راع يرعى غنما فطلب منه أن يبيعه شاتا فقال له الراعي أنا مملوك أنا لا أملك البيع ولا أملك التصرف فأنا مملوك أنا والغنم لسيدي فقال له عبد الله بن عمر مختبرا قل لسيدك أكلها الذئب وخذ أنت ثمنها فبكى الراعي ونظر إليه ولا أعرفه وقال له فأين الله فأين الله فأين الله إذا كان سيدي وصاحبي وصاحب الغنم لا يراني فالله جل وعلا يراني الله جل وعلا يراني فبكى عبد الله بن عمر وقام يقول فأين الله فأين الله فأين الله واشترى هذا الراعي واشترى له الغنم وأعتقه وإن شئت فقل أعتق هذا الراعي إحسانه لله ومراقبته لسيده ومولاه وأمسك أعرابي في الصحراء بأعرابية تقية وأصر أن يفعل بها الفاحشة فأرادت أن تذكره بالله جل وعلا فقال لها مداعبا لا يرانا أحد لا يرانا إلا الكواكب فبكت هذه التقية النقية وقالت وأين مكوكبها أين الله الله يسمعنا الله يرانا والله لا أعلم زمانا قد تجرأ فيه الخلق على الله كهذا الزمان والله لا أعلم أياما قد تراكمت فيها الذنوب على الذنوب وقل فيها الخوف من علام الغيوب كزمن الإنترنت والفضائيات ووسائل الإعلام قل من يخشى الله الآن قل من يراقب الله جل وعلا في أكله وفي قوله وفي فعله وفي حاله قل من يراقب الله في قوله وأكله وفعله وحاله قل من يراقب الله في عمله قل من يراقب الله في زوجه قل من يراقب الله في أولاده ما أحوجنا إلى الإحسان أعلم أنه مقام عال لا يرتقي إليه إلا المحسنون إلا الصادقون لكن في عجالة ثمرات الإحسان في الدنيا والآخرة عظيمة فالمحسنون في معية الله والمحسنون يحبهم الله قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين لمع المحسنين معية الحفظ والنصر والتأيد والمدد قال الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فالمحسنون في معية الله والمحسنون أحباب لله جل علا والله تبارك وتعالى يبين كرامة المحسنين وأجر المحسنين في الآخرة في آية جميلة في كلمات قليلة للذين أحسنوا الحسنة وزيادة الحسنة وزيادة هل تعلمون ما الحسنة؟ الحسنة الجنة لكن ما هي الزيادة؟ نعم هذه الزيادة لا تليق إلا بأهل الإحسان ولا تليق إلا بالمحسنين للذين أحسنوا الحسنة وزيادة فسر النبي هذه الآية فقال الحسنة الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا روى مسلم في صحيح من حديث صهي بن وابي سعيد إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى يا أهل الجنة فأقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بين أديك فأقول جل جلاله هل رضيتم فأقولون ما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار فأقول الله جل وعلا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك أفلا أعطيكم أفضل من ذلك أفضل من الحور والحرير والخمر والعسل واللبن والذهب أفلا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك فيقول جل جلاله أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا قال صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا ثم قال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى للذين أحسن الحسن وزيادة الزيادة لأهل الإحسان وأختم الإحسانة بقول الله جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان جعلني الله وإياكم من أهله ورزقني الله وإياكم الإحسان ولا حرمني وإياكم ثمراته إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر